أقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع مسؤولي شركة سكاتيك النرويجية لاستعراض مقترحات للشركة لتنفيذ مشروع للربط الكهربائي مع الخارة الأوروبية بقدرة نحو ثلاث جيجاوات من الطاقة المتجددة مدعوم من الحكومة النرويجية وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الحوافز الاقتصادية التي تشجع المطورين بقطاع الهايدروجين والأمونيا القضراء على المضي قدماً في مشروعاتهم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما تمت إحاطة رئيس مجلس الوزراء بتفاصيل اتفاقية التطوير المشترك لمشروع الأمونيا القضراء الذي سوف تقوم سكاتيك بتوقيعه مع الشركة المصرية القابضة للبيترو كيمويات وشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو وفي ختام الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن الأسبوع المقبل سيتم عقد اجتماعاً مع كل من وزيري الكهرباء والمالية ومسؤولي صندوق مصر السيادي حيث سيصلت الاجتماع الضوء بشكل أساسي على حزمة حوافز مشروعات الهايدروجين الأخضر